اشتركوا في القناة من الموسم فانطلق كقطار دون فرامل محلقا حرا طليقا في صدارة الليغا بفارق فاق العشر نقاط اشد المتشائمين حينها اقر يقينا بليلة حمراء وبيضاء يعانق فيها الهنود ليغا الهفوات مبكرا اسابيع العز تلك لم تدم طويلا سرعان منطلق الجزء الثاني من المسلسل الهيتشكوكي حتى اصبحت الحضوض شبه متساوية المنعرج الاخير اتاح الفرصة لرباعي خط المقدمة اتلاتيكو مادريد ريال مادريد برشلونة واشبيليا الليغا منحت ان لم نقل اهدت نفسها في مناسبات عدة لهذه الفرق وظلت المنافسة حبيسة اهضارها وافلاتها بدل الحفاظ عليها حتى قيل هذه البطولة لا احد يريدها بعد سيناريوهات اضرامية وبعد تشويق قل ما نشهده وبعد سراع مثير كتيبة ساميوني تحسم اللقب وترفض الخضوع لما اصاب المنافسين اللقب الحادي عشر والاول بعد سبع سنوات كسر بهروخي بلانكو سطو برشلونة وريال مادريد موسم شهد بطولة من نوع اخر للعضاد الذي جعل كومان يعض اصابعه ندما لويس سواريز فأر لنفسه والطريقة التي خرج بها من الكامبنو ونصع نفسه رجل الليغا دون منازع خصوصا وانه صاحب هدفي الانتصار في الجولتين الاخرتين والاهداف الحاسمة طيلة الموسم كرة القدم بسطت عدالتها وتساقط رافض والمنصة تباع الاندلس والكتلان ثم حامل اللقب وخلاصة الموسم برشلونة في اسوأ حالته انقذ موسمه بلقب كأس الملك وريال مادريد ضيع وتهاون وخرج بخفي حنين في موسم صفري واما الهنود وضعوا اللقب في قدر ورقصوا حوله بحذر حتى الرمق الاخير وكانوا الاجدر به في ليلة للتاريخ وولادة جديدة لرجل لا ينهار حكيم الزائر عن قناتكم كورو بس ترجمة نانسي قنقر